هنروح طبعا للأخبار المحلية وعلى رأس هذه الأخبار أيضا كرة الياد حضركم عارفين أن في مجموعة المجموعة السابعة اللي فيها منتخب مصر لكرة الياد كانت ناقصها فريق كان هيتأهل من أمريكا الجنوبية اتحاد أمريكا الجنوبية والتحاد القاري بتاع أمريكا الجنوبية قرر أنه لأنه طبعا التصفيات ما تعملتش هناك قرر أنه يدي الكارد أو كارد التأهل لتشيلي طب ليه تشيلي لأنها كانت أكبر أو أحسن فريق عام النتائج في بطولة الأمم الأخيرة بتاعة أمريكا الجنوبية وكان نتائجه أقبل من البرازيل والأرجنتين ورجوي اللي كان مفتوط هيشاركه في التصفيات فهو تأهله فهو رجع تاني للبطولة لا أمين أحسن فريق عام النتائج تشيلي وعلى فكرة أنا اللي عرفه أن تشيلي هكون معنا في مطش الافتتاح كاسر العالم هيكون طبعا تعرفين أنه هيبقى رقم 27 هيبقى من الفترة من 13 لحد 21 يناير مطش تشيلي ده مهم وهيبقى مواء الافتتاح وأكيد كل يعني العالم كله هيتابقى وكل الجمهور المصري هيتابقى كل التوفيق طبعا لفريق كرة اليد المنتخب وإن شاء الله يعمل كاسعالم يليك باسم مصر هنروح للتحاد السكندري طبعا نادي التحاد السكندري برئاسة طبعا الكابتن محمد مصلحي نجح في التعاقد مع اللاعب معتز حسني لعبه السابق واللي راح جامعه في أمريكا ورجع فطبعا كابتن محمد مصلحي ما فوتش الفرصة وتعاقد معاه طبعا معتز عنده 25 سنة طول 208 ما شاء الله الطول باين يعني بيلعب في مركز خمسة طبعا نادي الاتحاد بيسعى لتدعيم أكيد صفوفه لأنه طبعا نلاعي فاينال أو فاس بالدوري والكاس السنة اللي فاتت وكان معاه الطرف التاني في الفاينال كان نادي الأهلي نادي أهلي دعم بسفقات وشايفين الاتحاد السكندري بيدعم بسفقات أخرى شكل الدوري هيسخن جدا جدا السنة دي ونتمنى إن شاء الله أنه ده في الآخر يعود بالنفع لمنتخب مصر ونتمنى أكيد فوز النادي الأهلي طبعا بكل البطولات هنروح لاتحاد كرة الطائرة ولجنة المؤقتة للكرة الطائرة كان كابتن سامح حمدي معنا أو دكتور سامح حمدي كان معنا الحلقة اللي فاتت دي صورة كابتن سامح حمدي وقال لنا قد ايه كان وجهته مشاكل في وقت عصيب وقد دي هو تخطاها بكفاءة معهودة عليه فتح القيد أو خلى القيد مستمر الغات يوم الأحد القادم 20 نوفمبر الأندية طبعا طلبت فترة زيادة هو قدها لهم الفترة دي ما فيش أي مشكلة خالص شفنا النهار ده التحاد الأفريقي لو كرة القدم بيمد القيد تحاد الكرة بيمد القيد طبعا احنا في ظروف استثنائية ما زلنا بنعيش هذه الظروف الاستثنائية فطبعا الاتحادات بتواكب هذه الظروف وبتواكب التغيرات والحقيقة كان أولهم طبعا كابتن دكتور سامح حمدي مد القيد لغاية يوم 20 نوفمبر والانتخابات التانية بنقرر انتخابات اتحاد الكرة الطائرة الاتحاد جديد هتبقى 11 ديسمبر والاتحاد ده هيجي يقعد سنة وبعد كده هيجر انتخابات جديدة السنة الجاية ولكن بعد أولمبيات توكيو ان شاء الله ويكون الدورة اللونبية أو الفترة اللي 4 سنين يكونوا عدوا ويتم انتخاب تاني اتحاد السنة القادمة لسه معاكم في أخبارنا طبعا يعني المحلية والانفراض لينا كان قبل كده وتأكيد للانفراض اللي كان لنا من الفترة كان معانا كابتن أمير وجيه في قولة الحلقات الأبطال وصرح هنا معانا في الستوديو انه هو ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد السكواش كابتن أمير وجيه صرح النهاردة انه يعني ينوي رسميا الترشح لرئاسة الاتحاد السكواش خلال الفترة اللي جاية وطبعا زي ما قلت حداكم نخصينا بالانفراض دي دي صور اللي كان طبعا لكابتن أمير وجيه وطبعا كابتن أمير اللي باع كبير طبعا في الرياضة وهو طبعا الرئيس أو المشرف على المشروع القومي لتبني أو لرعاية الموهوبين في السكواش واللي بترعاوه زارة شباب الرياضة والحقيقة المشروع ده من أنجح المشاريع اللي ماشي كويس ونتمنى طبعا نشوف النجاح ده في كل ألعاب القدم والطيرة والسلة واليد والحقيقة بتبقى مكلفة على الناس انها تقدر توصل لها وزارة الشباب الرياضة عمت حاجة جميلة جدا انها وصلت الألعاب دي بفنيات عالية جدا ولمش شيفين عليها مدربين وفنيات عالية جدا بأسعار رمزية ويا قد يكون فيش أي مقابل فالحقيقة ده حد ذاته حاجة نكحة والمشروع ده كان من سنين طبق وخرج لنا نجوم كبار في الألعاب كلها ونبقى نعملكم حصر بيها ونقولها لحضراتكم إن شاء الله كده خلصنا أخبارنا المحلية